السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محدثكم عدنان العبد الله هنا من قناة سيلفي سبورت القناة الأكثر تنوعا حيث المحتوى الرياضي في اليوتيوب قبل كل شيء انذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد بإذن الله تعالى وإذا عجبك المقطع وعجبك المحتوى لا تنسى تعطينا لايك على المقطع اليوم راح نتكلم عن أحد اللاعبين البارزين هذا الموسم لاعب مميز جدا لاعب استعاد ذكرياته بعد ما فقد بريقة الموسم الماضي وكان مستوى متذبذب قليلا العام الماضي الموسم هذا لاعب يتميز بشكل كبير جدا اليوم الحديث عن برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي خلوكم معنا برناردو سيلفا السلاح السري في يد بيب كورديولا مهما تغيرت الخطط مهما تغيرت الأسماء برناردو سيلفا هو اللاعب الأساسي والثابت في تشكيلة بيب كورديولا يغير مركزه يعطيك في كل مكان يلعب فيه يلعب مهاجم يلعب مهاجم وهمي يلعب طرفي يلعب وسط اللاعب يتميز في كل مكان سيلفا يلعب بشكل رائع جدا كورة تطلع من رجلة نظيفة لاعب سلس لاعب يعطيك في الملعب صراحة لذلك اليوم راح نتكلم عن تفاصيل قصة برناردو سيلفا من الطفولة حتى النجومية ويلدا برناردو سيلفا في لشبونة وكان عاشق ومتيم لنادي بنفكة يحب بنفكة كثير منذ الصغر لذلك بصر عمره ثمان سنوات التحق مباشرة في أكاديمية بنفكة تألق معهم وانتقل يلعب مع بنفكة باء في عام 2013 كان يلقب في ذاك الوقت في ميسي الصغير بسبب قصر حجمة لمساتها الجميلة وشبه أداء اللي يشبه ميسي في ذاك الوقت لعب معهم وتألق معهم حتى حقق معهم دوري الشباب البرتغالي عام 2013 وتألق معهم الموسم اللي يليه في الدوري برو في البرتغال وحقق معهم جائزة أفضل لاعب في الدوري في عام 2013-2014 بعدها انتقل مباشرة أو تم انضمامه إلى نادي بنفكة الأول وكان مين مدربهم في ذاك الوقت نفس مدربهم الحالي خيسوس خيسوس ما كان يثق كثير في برناردو لذلك لم يشرق كثير أشرك فتاة مباريات بس وكانت منها 31 دقيقة فقط في الدوري برناردو سيلفا كان متضايق إنما ما أعطي فرصة لذلك يقول لما أمر خيسوس إنه يتدرب في التمارين على أن يلعب في ظهير الأيسر تأكد برناردو إنما لا مكان في بنفكة لذلك قرر إنه ينتقل في ذاك الوقت ويتجه إلى فرنسا في أوغاست من عام 2014 انضم سيلفا إلى نادي موناكو الفرنسي على سبيل إعارة لمدة موسم واحد مين كان مدربه؟ مدربه هو مدرب الهلال الحالي جاروديم جاروديم جاء من البرتغال وكان تم تعيينه بدل عن رانيري المقال جاروديم جاء بخطة أن يجلب الشباب ومواهب الشابة في البرتغال إلى موناكو ويعتمد عليهم وأصر أسرار كبير على أن يختار برناردو سيلفا ويجلب إلى موناكو ورناردو سيلفا لعب الموسم الأول وقدم أداء جميل جدا لعب في الدوري 32 مباراة ولعب في دوري أبطال أوروبا 7 مباريات سجل معهم في الدوري 9 أهداف وصنع 3 أهداف في الدوري في الموسم الثاني أو في يناير بالتحديد من عام 2015 تم توقيع عقد انتقال برناردو سيلفا إلى موناكو بشكل كامل قبل توقيع العقد الانتقال بشكل كامل كانت الصحف الفرنسية تضج مين اللاعب اللي جبت من الدوري البرتغالي لاعب مباراة حتى ما وصل نصف مباراة 31 دقيقة فقط جبت من البرتغال وتحط معانا في الفريق وتعتمد على اعتماد كلي كان ضجة كثيرا في الشارع الفرنسي لكن جاروديم نجح في رهانة وأثبت مرناردو سيلفا في الموسم الثالث تحديدا على أهمية هذا اللاعب في الموسم الثالث موناكو حقق اللقب وكسر عقدة تسوق وهيمنت وسيطرت باريس لنجرمان على لقب الدوري الفرنسي كان موسم إعجاز موناكو والموسم المعروف والتاريخي لجاروديم مع موناكو برناردو سيلفا ساهم في 23 هدف في ذاك الموسم وكان من أحد أفضل نجوم الدوري وكان موجود في تشكيلة الموسم أدى أداء عظيم تحت غيادة جاروديم إلى اليوم برناردو سيلفا يشكر مدربة سابق جاروديم ويقول تعلمت من الكثير وكان سبب تألقي منذ البداية في الدوري الفرنسي بعد فترة وبعدها بتحديد في موسم 2018 انتقل إلى نادي مانشستر سيتي انتقل إلى نادي سيتي لكن كل الأخبار كانت قبلها تقول أن سيلفا رح ينتقل إلى مانشستر يونيتد والسبب بأن مدير أعمال أخر غير منديز كان لها علاقة قوية مع مورينيو في ذاك الوقت في أول موسم سجل 9 هداف وصنع 11 هداف في 53 مباراة اللي كسب فيها مانشستر سيتي ذاك الموسم ثنائية الدوري والكاس في الموسم الثاني أصيب دي بروين أصيب لوري ساني لذلك كان الاعتماد كل الاعتماد على برناردو سيلفا حصل على أفضل لاعب في النادي في ذاك الموسم برناردو سيلفا قدم أداء عظيم جدا في سنة الثلاثية للمانشستر سيتي نجي للنقطة المهمة لماذا لا يستغني عن بيب كورديولا في أي خطط من خططه أول شي برناردو سيلفا أنت عارف أن هذا اللاعب لعب في ست مراكز مختلفة في الملعب أنت متخيل اللاعب يلعب في ست مراكز مختلفة يعني هذا اللاعب عن ست لاعبين واو شي عظيم شي خرافي قدم برناردو سيلفا البرتغالي خلينا نقول أن برناردو سيلفا لعب 9,412 دقيقة توزعت على مختلف مراكز اللاعب لعب من هالدقائق 7% منها كمهاجم مهمي وأغلب لعبة كانت في منتصف الملعب والسي ام بـ 48% هذا خليطة التي تظهر لكم هنا فيها نسبة لعب برناردو سيلفا في جميع المراكز المختلفة الستة في الملعب لعب عظيم لعب يقدم آداء مختلف يعني في أي مركز تحطه وكل يشهد وكل يكررها النقطة أن برناردو في أي مكان تحطه يقدم آداء رائع يعطيك كل ما عنده يقدم مستوى جدا جدا رائع لذلك بيبي جواردولا من أهم نقاطة أن يقدر يستخدم هذه الورقة الرابحة في أي مركز يحتاجه مهما نقص لاعب مهما يحتاج يغير خطط من خططه برناردو سيلفا عنده مميزات أخرى أنه لاعب رائع جدا في الحفاظ على الكرة لاعب يحظن ويحرص على الكرة بشكل جميل وشكل سلس أيضا عنده تمييراته تطلع نظيفة من رجله عنده تحركاته بدون كرة رائعة جدا يتمركز في مواقع مهمة جدا اللي يذكر هدف مانشستر سيتي الثاني في مرمى باريستان جرمان نهاية الأسبوع الماضي كيف تمركز في مكان رائع وكيف أخرج كرة من قدمه إلى خيسوس اللي يسجل الهدف الثاني وهدف الانتصار على باريستان جرمان يعني تمركز اللاعب تحركات اللاعب الضغط السلوب الضغط اللي يعتمد برناردو سيلفا في الملعب جدا جدا رائع برناردو سيلفا لاعب مهميز جدا في عملية الضغط محقق أرقام قوية جدا في عملية الضغط يضغط بنسبة 38.9 لكل مباراة على لاعب يملك الكرة وكذلك على اللاعب اللي بدون كرة هو في المركز الثاني من بعد الإسباني رودي رودي في مركز المحور ومهمة تغطية المساحة الملعب وتغطية مساحة الوسط لذلك مهمة تغطية رودي على اللاعبين بدون كرة كبيرة أنت تتخيل معي أن برناردو سيلفا في المركز الثاني بنسبة 5.5 لكل مباراة في تغطية والضغط على لاعب بدون كرة أرقام عظيمة جدا يحققها برناردو سيلفا في رقم مهم لبرناردو سيلفا يمكن الأغلبية ما تسمع عنه كثير في شيء اسم الفرصة الثانوية الفرصة الثانوية هو اللاعب اللي يمرر الكرة لللاعب اللي يصنع هدف يعني كرة اللي تكون من أساسها هي هدف يعني تطلع من اللاعب الأول تصل لللاعب صانع الهدف إلى اللاعب الهدف فيسجل هدف برناردو سيلفا صنع 12 فرصة ثانوية يعني مساهم في 12 هدف من فرصة ثانوية رقم عالي جدا في الدولة الإنجليزية رقم عالي جدا في الأندية الأوروبية برناردو لاعب عظيم برناردو سيلفا لاعب مميز في المنتخب حتى المنتخب البرتغالي حقق ماهم كأس الأمم الأوروبية حصد على جائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الأوروبية يقدم أداء عظيم جدا جيل برتغالي رائع يلعب ماهم سيلفا هذه الفترة من برنونو فرنانديز من كريسيانو رونالدو من الأسماء العريقة اللي يملكها المنتخب البرتغالي وللأسف يعاني حاليا في التاهل للمونديال لكن سؤالي لكم بعد اعتزال كريسيانو رونالدو هل ترى أن برنالدو سيلفا هو الأسطورة البرتغالية القادمة أم عندك رأي آخر سمعنا جوابك في التعليقات وعطينا رأيك على برنالدو سيلفا وأنا أقول لكم مع السلامة اشتركوا في القناة